موسيقى بشراكتنا بين الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربات المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة أو بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمية وشبكة الكفاءات المغربية في صناعة طيران بكندا إضافة إلى بحثات تمثل قطاع طيران وقيم المنتدى الأول بقصر المؤسمرات بمدينة السخيرات لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا لتطوير قطاع طيران بمشاركة 200 مشارك إضافة إلى عدة مسؤولين ومستثمرين نحن بصدد إعطاء انطلاقة للمنتدى الأول مغيبة العالم في كندا في مجال صناعة الطيران كما كتعرفوا الكيبك معرفة بتقلها الكوني على مستوى صناعة الطيران 200 مقاولة 40 ألف مستخدام ومهندس فقط في منطقة الكيبك وبالتالي ركيزة أساسية للإنتاج العالمي داخل منطقة الكيبك في صناعة الطيران هناك مجموعة من الكفاءات المغربية كنفتخروا بهم واللي توصلوا معنا واللي انضموا معنا هذا اللقاء الأول هذا اللقاء ماشي فقط مغربي مغربي بل كتحضر فيه 17 مقاولة منطقة الكيبك واللي عند حجمها على مستوى النسيج الصناعي داخل كندا والكيبك هذا الملتقى هو فرصة لتعزيز الإمكانيات الاستثمارية للشركات الكندية في المغرب في مجال صناعة الطيران وتبادل الخبرات بين الجامعات ومؤسسة التقوين المغربية والكندية وخلق تعاون مستمر في مجال المشاريع المبتكرة وتشجيع الاستثمارات الكندية في المغرب الهدف دينا اللقاء هو أننا أولا بعده نعرفه بقطاع الطيران في المغرب اللي يعني الحمد لله وصل واحد المستوى عالمي واحد المستوى كيشرف هذا هدف أول المجمع دينا احنا في الكندا هو مجمع الخبراء المغاربة في الطيران بكندا كونا يعني هذه واحد مدق سيرة وهذه واحد أربعة شهور لخمس شهور وسلطة المغربية هنا شجعتنا بزاف ويعني فتحونا جميع الوسائل باش نقدروه نعرفه بمغربي في الخارج وستطعنا في طرف ربع شهور أننا نتصل بشاركات تما في موريال بحيث أن والمراج ومعنا 12 شاركات الحمد للله اللي شافوا في طرف البضاء وفتان جافة الأيام اللي دازو بأن الطيران في المغرب وصلوا على المستوى يعني عالي على المستوى يعني مكتر من مقبول أنا هنا في عمل أيروماكككسプر لتواني ممتعاني المشاركات المغربية المنتدى الأول للطيران بالمغرب بشاركة مع الوزارة المنتدى بلدى وزارة الخارجية ووزارة الصناعة الأهداف دينا هو تعبئة الكفاءة المغربية المقيمة بكندا والاستفادة منها للنهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في الاقتصاد الوطني دي لبلادنا تشجيع الشركات الكندية والكيبيكية على الاستثمار في المغرب إبراز الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا لهذه الشركات لكي يستثمروا في بلادنا إن شاء الله تعد إذن الكفاءة المغربية بالخارج من بين الركائز الأساسية لدعم مجال استثمار بالمغرب وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابر منها إنشاء الجهة الثالثة عشر التي تعد جهة افتراضية مخصصة للمقاولين من المغاربة المقيمة بالخارج بشاركة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وتعد هذه الجهة الافتراضية أرضية مناسبة لفائدة رجال الأعمال من مغاربة العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة